موسيقى معنى برقاش أستاذ هندي المولد في جامعة استانفورد أستاذ هندسة حيوية كل اهتمامه أنه هو يوجد في التاريخ الإنساني أدوات قديمة اللي بيستخدمها العلم دلوقتي وبيستخدموها العلماء دلوقتي زي في تحليل الدم وغيره الميكروسكوب أو الفولدسكوب اللي اخترعوا منوبركاش هو عبارة عن ميكروسكوب ورق علشان كده اسمه الفولدسكوب من خلال ورق معين هنبدأ نتنميه وهنشوف مع بعض إزاي وقالية عمله لكن نفتح الأول مع بعض الشنطة اللي جاي فيها الفولدسكوب ونشوف أجزائه مع بعضها عبارة عن إيه ونفتح نشوف الأول اللي جاي جواها ونشوف الأول ميكروسكوب ونشوف الأول ميكروسكوب ده الكتالوج بتاعها اللي بيشرحها او كده طبعا انا عايز اشير الى ان هذا الفيديو انا شاري هذا الكلام فهو مش سبونسرد يعني من ولا هو اعلان لحد يعني ده الكتالوج اللي من خلاله هنشوف ازاي نركب الفولدسكوب بكل مكوناته هنشوف مع بعض ازاي الوقتي يتركب نشوف الكيس الصغير ده جيه الاجزاء الاساسية او الاجزاء الرئيسية في الفولدسكوب وهو عبارة عن كزا ماجنت وهنعرف وظيفتهم ايه دلوقتي واحنا بمركب مغناطيش شديد جدا دي العدسة دي الحاجة الاساسية جدا ايه عبارة عن سطحين او عبارة عن يعني وش وظهر دي الشايقية مثلا دي الشايقية اللي بيتحط تحتها الحاجة اللي عايزين نشوفها ودي العينية اللي بنبص فيها فدي كده العدسة وده كده ماجنت مغناطيس علشان يمسك العدسة او الاجزاء في بعضها زي ما حضراتكم شايفين ده ماجنت وهنا في كمان اتنين ماجنت ادي ماجنت وادي ماجنت الاداة دي حاجة عاملة زي الحاجة بتاعة اللودان او كده لكن دي مهمة جدا ان العدسة طبعا لو احنا لمسناها او حاجة رفيعة جدا عشان يعني ننظف بها العدسة من وقت الثاني اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة